قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع يعني كما نهاه عن المنكر قال فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده بيعود معهم بنفس السهرة وبيأكل على نفس الصفرة وبيضحك نفس الضحكات مع أنه هنين قاعدين عم يصو الله قال يعني بتعرف رفقاتي شو بتريد أنا أتركه يعني الله بيريدني أتركه النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول أول ما دخل النقص على بني إسرائيل هيك يجينا عند رفقاته إلى أول عم يصو الله بيقول لهم لا تساوي هيك يقول لهم نحن ابن نساوي يوم يجي يعود معهم فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده بيعود معهم وبيأكل وبيشرب بيقول لك أخي أنا ما عم بأصي الله لأنه صح والله عم يعصو الله بس أنا ليكني أعد على جنبه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أول ما دخل عليهم النقص منهن قال فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم قال ثم قال كلا والله هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن بقول كلا يعني ارتدعوا عن فعل بني إسرائيل والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم وتقطرنه على الحق أطرا وتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم هذا بأكد يا أخوة أن الشغل اللعنة ليس لأنه من بني إسرائيل اللعنة لأنه عملوها العمل ترى ديروا بانكم بتعملوا عملهم بده يلتعن الإنسان كما لعن بني إسرائيل يعني يطرد من الرحمة ما عاد فيه رحمة فيه شغل أيه بس ما فيه رحمة فيه تعامل بين الناس أيه بس ما فيه رحمة فيه زواج أيه بس ما فيه رحمة فيه أولاد أيه بس ما فيه رحمة بيناتهم فيه أب بس ما بيرحم أولاده فيه زوجة بس ما بترحم زوجها فيه ابن بس ما بيرحم أبو هذا معنات لعنة يا أيها الإخوة نحن عبيد ورب العالمين يرسلوا لنا هذا الكتاب والأمر بأيدينا لابد لابد يا إخوان أنتوا المسؤولين أمام الله كل واحد بيناتكم إذا فيه معصي أن يقلع إذا فيه اعتداء على الناس أن يصد هذا الاعتداء ويعيد الحق إلى صاحبه لا سمح الله تعرف من حولك من يقع في المنكر قل له الكلمة الخيرة ادعو له خذه إلى مجالس العلم والله بجوزة سبب والله تعمر رحمة تخيلوا الله يشوفنا كلا ياتنا عم نشتغل هيك في خدمة ديني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر